اشتركوا في القناة المحطة التوبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي سيسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمحطة الحالية من 200 ألف متر مكعب لتصل إلى 400 ألف متر مكعب يوميا وتحسين الوضع البيئي في المنطقة وأوضح الوزير أن هذا المشروع يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تعمل الوزارة على تنفيذها في قطاع الصرف الصحي والذي سينعاكس على تشغيل شبكات الصرف الصحي بما يتواكب مع التوسع العمراني والاستثماري الذي تشهده مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة